السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم على قناة دكتورة شيماء رزق في سلسلة دروس قواعد اللغة الإنجليزية على بركة الله نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم النهاردة إن شاء الله تعالى عن Future in the past اللي هو المستقبل في الماضي إيه ده؟ يعني إحنا هنتكلم بصيغة المستقبل وإحنا في الماضي؟ أو هنتكلم بصيغة المستقبل وإحنا في الماضي وده زي عندنا بالضبط في اللغة العربية مش إنت بتقول أنا كنت سأشتري سيارة؟ إنت هنا كنت هتعمل حاجة في المستقبل بس في الماضي كنت هتشتري سيارة أو زي لما تقول أنا كنت سأسافر أو لما تقول هم كانوا سيذهبون إلى السينما نطلع من الأمثلة دي باستخدام المستقبل في زمن الماضي إم تستخدم صيغة المستقبل في زمن الماضي؟ باستخدم صيغة المستقبل في زمن الماضي لما يجي أعبر عن فعل أو عمل كان على وشك إنه يحصل في الماضي لكنه ما حصلش يعني لما تقول أنا كنت سأشتري سيارة يعني إنت كنت على وشك إنك تشتري سيارة في الماضي لكنك ما اشتريتش ولما أقول أنت كنت ستصبح رئيس يعني إنت كنت على وشك إنك تصبح رئيس في الماضي لكنك لم تصبح رئيس طيب بتكون من إيه صيغة المستقبل في زمن الماضي ده؟ عشان أتكلم بصيغة المستقبل في زمن الماضي في تلات طرق الطريقة الأولى وهي الأكتر استخدام عبارة عن الفاعل زائد would زائد الفاعل الأساسي بدون أي إضافات زائد المفعول به زي لما أقول they would go to the cinema يعني هم كانوا سيذهبون إلى السينما هنا الفاعل جاء عندي اللي هو الضمير they بعد كده would بعد كده الفاعل الأساسي بدون أي إضافات اللي هو go وبعد كده المفعول به اللي هو the cinema الطريقة التانية اللي ممكن أستخدمها لما أجي أتكلم عن المستقبل في زمن الماضي عبارة عن الفاعل زائد was أو were زائد gone to زائد الفاعل الأساسي بدون أي إضافات زائد المفعول به وطبعاً بنستخدم was أو were على حسب الفاعل was بتيجي مع I وهي وشي وإت were بتيجي مع you وwe وthey زي لما أقول I was going to buy a car يعني أنا كنت سأشتري سيارة هنا صيغة المستقبل في زمن الماضي عبارة عن الفاعل اللي هو الضمير I وبعد كده was بعد كده gone to وبعد كده الفاعل الأساسي بدون أي إضافات اللي هو buy وبعد كده المفعول به اللي هو car آخر طريقة أو صيغة للمستقبل في زمن الماضي عبارة عن الفاعل زائد was أو were زائد to زائد الفاعل الأساسي بدون أي إضافات زائد المفعول به زي لما أقول يعني أنت كنت ستصبح رئيس صيغة المستقبل في زمن الماضي هنا عبارة عن الفاعل اللي هو الضمير you وبعد كده were وبعد كده to وبعد كده الفاعل الأساسي بدون أي إضافات اللي هو become وبعد كده المفعول به اللي هو president وده كان درس خفيف وسهل النهار ده علينا بفضل الله تعالى يارب تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة